معنا في الستيديو المختار والمحمد إعلامي وعضو حراس مهنة الصحافة أهلا وسهلا شكرا بداية سيدي ما تعليقكم على أبرز المخرجات التي خرجت بها لأيام تشاورية لإصلاح الصحافة في موريتانيا في الواقع لما أطلع حتى الآن على هذه المخرجات لكنني أؤكد لك أن أي مخرجات لم تأتي من مهنيين ستكون ناقص ولا أدري إن كانت هذه المخرجات في المستوى الذي يتطلع إليه الصحافيون أم أنها دون ذلك إن كانت كما يتطلع إليه الصحافيون فبها ونعم وإلا فأنا واثق من أن أصحاب القرار لن يتركوا الحبل على الغارب والمهنة تائهة كما هي عليه الآن طيب يعني حراس المهنة أو مهاكد يطلقون على أفسهم يعني طالبوا في بيان صادر عنهم بتعليق العمل بنتائج الأيام التشاورية في انتظار توسيع دائرة المشاركة يعني على حسب ما يقولون ألا يعتبر هذا احتجاجا على عدم مشاركتكم أكثر من نقد المخرجات في الواقع المخرجات لا يمكننا نقدها لأننا لم نطلع عليها بعد أما عن البيان فإن البيان يرمي إلى أن يتولى الصحافي إقرار ما ينبغي أن يسير عليه النهج في تسيير الحقل الإعلامي بشكل عام ولا نرى أن بإمكان غير المهنيين التخطيط للإعلام تخطيطا يناسب متطلبات المهنة طيب هل أفهم من هذا أنكم تتهمون المنظمين لهذه الأيام والمشاركين فيها بأنهم غير مهنيين نحن لا نتهم أحدا نحن أكدنا في بياناتنا بيانين السالفين أن من تنادوا لما سمي بالمنتديات كثير منهم غير صحفيين ونحترمهم كمواطنين كل من موقعه وخبرته وتخصصه غير صحفي إذن فيهم آخر صحفيون أما الصحفيون فهم قلة لا يبلغ عددهم العشرة في تقديرنا نحن حراس المهنة وندعوها بالمناسبة ندعو هؤلاء إلى أن يدافعوا عن مهنتهم وأن يحرصوا على وضعها على السكة ويؤكدوا أننا واثقون بأن أصحاب القرار سيتخذون الخطوات المناسبة لحماية هذه المهنة ومهنيها وممتهنيها باعتبارها ضرورة لتنمية أي مجتمع طيب أصحاب القرار أعلنوا أنهم سيطبقون سينفذون مخرجات هذه الأيام يعني أنه يعتبرها طيب فتح المجال أمام مختلف الصحفيين لا 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 أتوقف لا لا لم يعلنوا هكذا قال وزير ناطق بس بالحكومة قال ما يمكن ما يمكن كلمة أضع تحتها خطة معنى أعتقد أن المفهوم الصحيح لما يمكن ما هو غير ممكن هو ما هو غير مهني وما هو ممكن ما يخدم الصحافة والصحفيين وبالتالي المجتمع المولداني كبير فلتواصل لسؤالك الأخير طيب هم علي تحاله قال أن الدولة وقال الوزير أيضا أعطى التزام وزير ورنا مخرجات هذه الأيام ستأخذ طريقها إلى التنفيذ إن شاء الله هكذا قال ما سمعته من كلام الوزير الناطقي باسم الحكومة أنه قال إنه سيطبق ما يمكن تطبيقه من تلك المخرجات طيب هكذا وهذا نحن نعتبره إشارة إيجابية إلى عدم اختطاف مهنة الصحافة من الصحفيين طيب الفتح المجال أمام مختلف الصحفيين المولدانيين للتشاور يعني هل تعتبر بداية مثلا جادة لإصلاح الحق للصحفي في تدريكم فتح المجال لمختلف الصحفي خطوة إيجابية ونحن نتطلع إليها طيب برأيكم أبرز تحديات التي ترون أن الحق للصحفي المولداني يعني يشكو منها وتحتاج أيضا إلى إصلاح هذا سؤال جيد أشكرك عليه هذه المهنة وضع الحبل فيها على الغارب وصارت مرتعا لكل من هب ودب يمكن أن نكون بيني وبينك حسابا على مستوى علاقاتنا الخاصة فيقحم المواطن المسكين المتلقي لوسيلة الإعلام في هذا الخلاف بأسلوب يجعل في قالب عمومي كم مرة أسيئ إلى علاقاتنا مع دول الجوار والدول الصديقة والشقيقة كم مرة تم تناول المسائل الأمنية كم مرة تم فيها تناول أعراض الناس بما لا يليق صحابة براء من هذه الأساني الصحفي له رقيب ذاتي يخدم مجتمعه ويأبى وليس همه جمع الفتات تصور اليوم معنى كلمة صحابي عند مجتمع مجتمعنا اسمح لي أن أقول لك وحقيقة أخجل من أن أقولها رديفة للمتسود متكفف الناس من ينهشوا أعراضهم ليلة نهار وهذه مهنة شريفة ثم إنها لمن لا يعلم هي مهنة المتاعب من يسهر الليالي والأيام من أجل أن يخدم مجتمعه هذه هي مهنة الصحابة طيب يعني الإعلامي كيف تتصورون خطوات إصلاح الحق الصحفي في موريتانيا والحالة هذه ونحن نعلم أن الصحافة في موريتانيا نشأت في ظروف خاصة ليست دخلها أناس حتى لم يدرس الصحافة لكن ظروف البلد واستقلال وحداثتها هكذا تجربة صنع جيلا كبيرا جدا وربما دخل آخر وشوشه لكن في هذا الجو يعني أتنا نلتبع أن نكون موضوعيين في هذا الجو كيف تتصور خطوات إصلاح الحق الصحفي دون أن نتجاهل تجربة هؤلاء لأن كانوا في بلد ليس فيه صحافة وأرغموا يعني فرضوا إيجاد إعلام وطني يعني خطوة هناك تجربتان يا سميل العزيز هناك تجربة الصحفي الذي يتعلم ويأخذ دورات التكوينية همه الوحيد أن يؤدي عملا فنيا مهنيا للمتلقي وهناك للأسف تجربة الطفرة خلال السنوات الأخيرة التي فتحتها من لم يجد مهنة فعليه بالصحافة من يريد أن يتسول فليبتز الناس من خلال وسيلة حقيقة هذا مخجل لكن هذا واقع من الذي لا يعرف هذه الحقيقة إذن الإعلامي وعضو حراس مهنة الصحافة المختار المحمد شكرا جزيلا لك شكرا أخي